موسيقى 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 وكذلك السياحة المصرية إلى بيلاروسيا وأؤكد أن التبادل السياحي والاستثماري بين مصر وبيلاروسيا يجب أن يكون محفزا كذلك لزيادة معدلات التبادل التجاري بيننا والتي لا ترقى حتى الآن للمستويات المرجوة أو تحقق الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وشراكتها المتعددة التجارية في المنطقة العربية وقرى الأفريقية فضلا أيضا عن الموقع المتميز لبيلاروسيا وعضويتها كأحد مؤسسي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وقد تطرقت مباحثتنا اليوم مع معالي دولة الرئيس الوزراء إلى سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وكيفية حل التحديات التي تواجه الجانبين في زيادة هذا التبادل التجاري لا سيما في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية وأيضا الصناعات السقيلة واتفقنا اليوم على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التصنيع والزراعة وصناعة الدواء والبنية التحتية والصناعات التكنولوجية وعلى الأخص مجال معالجة المياه سواء معالجة مياه الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتي لدي الجانب البلاروسي خبرات واسعة في هذا الشأن واتفقنا أيضا على ضرورة تنشيط دور الأليات المؤسسية القائمة بين بلدينا لا سيما اللجنة المشتركة بالتعاون الاقتصادي والتجاري ومجالات العمل المصرية البلاروسية المشتركة في مجال الصناعة مع تطلعنا لعقد الاجتماع الأول لللجنة العلية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين وأنتهز مرة أخرى الفرصة لكي أعرب عن اعتزازي بمستوى التعاون والتنسيق الدائم بين البلدين في كل المحافل الدولية وأيضا المنظمات الدولية ختاما أرحب مجددا بفخامة رئيس الوزراء البلاروسي في مصر وأعرب عن أملي في أن تكون هذه الزيارة التاريخية خطوة في سبيل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين بلدين الصديقين في كافة المجالات دولة رئيس معي دولة رئيس الوزراء جمهورية مصر العربية السادة الوزراء أود في البداية أن أعبر عن خالص المتنان والشكر للحكومة المصرية ولمعالي رئيس الوزراء على حسن الاستقبال وكرم الضيافة بالفعل هي زيارة تاريخية أقوم بها للمرة الأولى لرئيس وزراء بلاروسيا جمهورية مصر العربية وسوف تكون خطوة جادة لتعميق التعاون بين الدولتين والحكومتين بلاروسيا ومصر حققت العديد من الإنجازات في التعاون التجاري على الرغم من العوائق وعدم الاستقرار في العديد من المناطق في العالم خاصة في المشكلات المالية والاقتصادية في العالم التي أثرت بشكل كامل على العلاقات الاقتصادية مع دول عديدة أود أن أقول لقد وقعنا اليوم العديد من مذكرات التفاهم الهامة في تطوير العلاقات بين مصر وستتعزز من شروط التعاون بين مصر وبيلاروسيا لقد بدأنا العمل المشترك الدائر لتعاون الصناعي والصناعات التكملية وتجميع المعدات الثقيلة على أساس أيضا مصانع الجرارات الزراعية وسوف نوسع من هذا التعاون في مجالات عدة على سبيل المثال في العشر سنوات الماضية تم توريد أكثر من أربعين ألف جرارا زراعيا إلى السوق المصري ونحن نستعدون لتوسيع هذا التعاون ليس فقط في مجال الجرارات الزراعية ولكن في الآلات الزراعية والنقل الثقيل ومعدات البناء والإنشاء وتوطينها في السوق المصري وسوف تكون ليس فقط للسوق المصري ولكن أيضا لإعادة تصديرها إلى السوق الإفريقي نحن على استعداد لنقل تكنولوجيا وتوطين تلك الصناعات وتوسيعها وتوسيع أيضا قائمة المنتجات مما يسمح في زيادة التبادل التجاري بين دولتنا ومصر أود أن أؤكد على أن التعاون في مجال الزراعي هو مجال هام وحيوي في أجندة التعاون بين دولتنا نحن نتعامل بشكل مكثف هذا المجال وبيلروسيا تود أن يكون لها مجمعات للتخزين الحبوب في مصر وأن يتم تصنيع مشترك للأعلاف والمنتجات الزراعية والغذائية في مصر وأحد أهم تلك الصناعات في الاتحاد الأوراسي وبيلروسيا متفوقة في هذا المجال ونعرض التعاون في هذا المجال أيضا وأن ننقل لكم التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال بإضافة إلى ذلك أود أن أقول أن هناك تفاهم كامل بين مصر وبيلروسيا في العديد من الأمور الإقليمية العالمية وتعمل بلروسيا مع مصر في تنسيق مواقفها في المنظمات الدولية أود أن أقول أن أنقل كلمات الشكر والتعاون لقيادة دولتنا لمصر وحيث أنه في العام الماضي كان هناك تعاون كبير في إخلاء مواطن بلروسيا من قطاع غزة وكان هناك تفاهم كبير من الحكومة المصرية واستطاعت مصر أن تساعدنا في إصالهم بجكل آمن إلى بلروسيا مرة أخرى أود أن أشكركم على حسن الضيافة وكرم الضيافة مع الرئيس الوزراء وعلى هذه الثقة التي تولونها لنا في كافة مجالات التعاون مع دولتكم وأنا على ثقة في أن الجهود المشتركة عن طريق الجهود المشتركة سوف نستطيع أن نصل بهذا التعاون بين بلروسيا ومصر إلى مرحلة جديدة وصفحة جديدة في التعاون التاريخي بين دولتين الصديقتين شكرا جزيلا شكرا جزيلا